قرار تاريخي يصف البعض قرار محكمة العطل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطع غزة الذي نص على منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني فيما يرى آخرون أنه لم يرقى إلى مستوى الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في القطاع وعلى الرغم من أن القرار لم يتضمن أمرا مباشرا لإسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة كما طلبت جنوب أفريقيا مقدمة الدعوة إلا أن تطبيق بعض بنوده لا يمكن دون تحقق إيقاف الحرب وفي مقدمتها عدم القتل أو التحريض على ارتكاب الجرائم الجماعية لكن السؤال الأهم الآن هو ماذا بعد القرار الأممي وهل يتمكن من كبح جماح الانتقام الإسرائيلي ويمنع سقوط المزيد من الضحايا والحصيلة تقترب من المائة ألف بين شهيد وجريح في أطول حرب في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من واقع تصريحات قادة إسرائيل فإن الدولة المحتلة تتجه إلى تجاهل قرارات المحكمة الدولية والامتناع عن تنفيذها وبالتالي فمن الممكن أن يحال الأمر إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما سيخضع مجددا للفيتو الأمريكي وفي حال استخدام واشنطن حق النقض مرة أخرى فإن ذلك يضع الأمم المتحدة في موقف حارج جدا في تاريخها باعتبار المحكمة المرجع القانونية الأول لها وأعلى سلطة قضائية في العالم ونقض قرارها هو نقض لشرعية وجود المؤسسة الأممية بأكملها وبغض النظر عردت الفعل الإسرائيلية فقد بات من الواضح تزايد الضغط الدولي على إسرائيل وتخلي العالم عنها بعد أن تعرت أمامه وبانت على حقيقتها كدولة احتلالا ترتكب الإبادة بحق أبناء الأرض وملاكها الأصليين